قبل سنوات من الآن حصلت فاجعة في مثل هذه الأيام فاجعة كبيرة جداً في منطقة الكرادة في قلب بغداد انفجار راح ضحيته شباب عراقيين ناس عراقيين كل اللي كانوا يردون يساوب هذا اليوم أنه هم يتسوقون يتبضعون هذا اللي يشتري ملابس هذا اللي يشتري أشياء جاي يجهزون للعيد العيد يعني كان باقي لأيام فهم جاي يجهزون للعيد يعني كل الذنب اللي يسوه هم يجوي لهذا المكان فحصلت الفاجعة الأليمة تمر علينا هذه الأيام الذكرى ذكرى الفاجعة اللي راح ضحيته المئات من العراقيين يستذكر العراقيون اليوم الذكرى السنوية الثامنة لفاجعة الكرادة التي أدت إلى استشهاد 292 شخص وجرح 200 آخرين يعني 492 شخص ما يقارب 500 إنسان تأذى في هذه الفاجعة باليوم اللي حصلت به الله يرحم كل الشهداء اللي توفوا يعني الله يشافي كل الناس اللي يعني نجوا من هذا الحادث حادث أليم كان نجوا من عنده ناس يعني بصراحة ما حد كان يتوقع أنهم ما ينجون لدرجة أنه واحد منهم تخبأ في مجمدة واحد منهم يعني شيئة من الطابق الثالث لو الرابع ما للمول لو من السطح الحمد لله والشكر على كل حال الله يرحم الجميع والله يشافي كل الناس اللي ضررت في هذا الحادث اشتركوا في القناة